هنعمل بعد الوقتي كسب بشامل كسب مبشورة مبشورة على الناحية الخشنة شوية بتاعت البصل واشط البصل تمام كده عندي لبن شربة لحنة مفرومة بصل وفلفل دقيق توم زيت بيد شوية زيت واجيب بصلايا كده حلوة كبيرة شوية ملح شوية فلفل هشوح البصل كويس وحطيت نصف كباية دقيق حب الفلفل حلوين كده رومي خلاص يعني هديها شوية شربة كده بسم الحمر رحيم بصوا برده ازاي عشان ما تلكعش معايا ونزل اللبن بارد قلب لغاية ما يغلي معايا اللبن والشربة دي وصيح كل الدقيق اللي هو آآ يعني اللم معايا دوت حاضر قدي كده بس حط دي كده هوا بصوا البصل والفلفل وهنزل اللحمة المفرومة ممكن دي كفاية دور حولي مثلا ايه ربع كيلو من اللحمة وابدأ اغصج اللحمة طب ويه بتستوي لازم اسويها حلوة قوي اعمل ايه اشوح بقى الكوسة طب اشوح الكوسة الساقي شوية شوية دي الزغيرين بصلايا وسط كده مش كبيرة قوي زي ما بنعمل كل مرة يعني معا شوية ملح وفلفل معلقة توم كبيرة مفرومة تاخد بقى دبلان مع الايه ها كده بصوا محمر رحيم مع البصل والتوم وبص البشاميلي هدي فبقاش تطلعه بخار خلاص اروح منزلة فيه البيض بقى بصوا محمر رحيم هاخد شوية من البشاميلي ده انزله على الكوسة بصوا الكوسة بنزلها ميتها اهي ما فيش مشكلة خالص كبشة كبشة مش ااخد كتير اما كبشتين بس قلب فيهم الكوسة وروح منزلها في الصينية بسمنا محمر رحيم اول طبقة محمر مفرومة تاني طبقة نوزعها عليها بقى كده اشتركوا في القناة